نسأله عن طاقم التحكيم في مباراة بكرة الحاكم الدولي اللي حيحكم هذه المباراة كابتن هاني برضو كابتن ناصر خليني أراحب بك الأول على الشاشة وعلى الهواء مباشرة من مدينة ناصر مظبوط ولا أنا أقول إيه؟ كابتن اسلام تحاتي لحدتك الأول وتحاتي لكابتن هاني وكل مشاهدي قناة نتلالك كل مكان وإن شاء الله بإذن الله ربنا وفقنا للأهل بكرة إن شاء الله مباراة مختلفة أتمنى كابتن اسلام النادي الأهلي نادي كبير ونادي عريق إن شاء الله يعمل نتيجة أجابية إن شاء الله نتمنى إن شاء الله بإذن الله فوز النادي الأهلي غدا إن شاء الله في المباراة كابتن ناصر أنا بس آه يعني طبعا حديك يعني طبعا وقتك تحكيم أنا في سؤال يمكن كنا بنتكلم على مدارس بالنسبة للمدربين يعني كلها على المدرسة الأوروبية بنتكلم على كاريندول ده مدرسة لاتينية هل ده موجود في التحكيم يعني في مدارس كمان في التحكيم كلنا عارفين يمكن عملية المدارس التدريبية دي قلت شوية يمكن خمس سنين اللي فاتوا الكرة بقت تقريبا كرة واحدة في العالم كله هل التحكيم عنده نفس الصفة يعني فيه صفات معينة في حكم لاتيني صفات معينة في حكم أوروبي بتأثر شوية على سير المباراة وأجواء المباراة كابتن هاني يعني أنت قلت حاجة مهمة جدا جدا هو القانون قرض القدم قانون واحد ولكن زي ما حدق قلت كده في مدارس تحكيم وده أهم حاجة في اللي أنا هقوله كاتن هاني مدارسة التحكيم اللاتينية مختلفة تماما تماما عن أفريقيا عندنا هنا بمعنى عندنا الحكم الفنزويلي حكم هو طبعا بيدير مباراة في أمريكا هذه المباراة أو هذه البطولات بتبقى غالب عليها اللعب بقوة ما بيصفرش على أي مخالفة وده اختلاف مجالسة التحكيمية عن مجالسة التحكيمية عشان كده بقول السؤال ده مهم جدا لكابتن هاني لأنه النهاردة احنا متعودين هنا مثلا في الدولة مصري أنه في مخالفات بتبقى بسيطة قوي الحكم بيصفروا عليها بتبقى أحيانا في مباراة مثلا في بطولات ثانية الحكام بيصفرش عليها هنا المدرس المدرس التحكيمية بتختلف تماما القانون واحد ولكن بنقول اللعاب النادي الأهلي ودي فرصة السؤال ده مهم يا كابتن هاني جدا مش كل حدث او احتكاك الحكم يا صفر هذا الحكم بالذات بيسمح بي الاحتكاكات وبالتالي نخلي بنا كابتن هاني يا كابتن إسلام دي النقطة المهمة قوي قوي اللي يعني اي مخالفة الحكم يحسبها صحيح خاصة كمان داخل موطقة الجزاء يبقى انا مش هستنى الفاول انا هلعب الكرة بتاعتي على صفارة الحكم مدرسة مختلفة تماما ولقلت لكابتن إسلام رجل هذا هذا الرجل حكم عنده البين سنة ادار مبارات كبيرة جدا 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 ادار في تصفات امريكا الجنوبية تصفات كلاس العالم مبرمه بين بيرو والارجنتين مبرمه بين كولومبيا وفرق كبيرة جدا عنده تجربة مهمة جدا في الدور السعودي بشهر عشر يعني كمان الميزة اللي عنده كابتن اسلام كابتن هاني ايه كمان اجواء الدور السعودي هو شافع يعني هو ما عنده مشكلة ابدا هو مش داخل عمبارة جديدة او اجواء جديدة عنده ميزة ان هو ادار مباراة في دور السعودي النادي الاهلي الوحدة في دور السعودي في شهر عشرة وبالتالي عنده من الخبرات الكبيرة ده انا اعاوز له حاجة مهمة جدا نخلي بنا من البطاقات الصفرة كابتن اسلام هو سريع البطاقات يعني لما رجعنا كده للسيفي بتاعه لقنا عنده يعني هو متسرع جدا في البطاقات الصفرة وفي الحامرة لما عملنا نسبة المورات اللي لعبها والبطاقات اللي اشارها تقريبا كابتن اسلام في كل مورة كابتن هاني ست بطاقات وده كتير جدا جدا عندنا في التحكيم ست بطاقات تقريبا يعني بقول عدد كبير من البطاقات الحاكم عنده تحدي كبير جابتن اسلام هو اول مرة هيلعب في كاس العامل الاندية وهنا هو بيبص لنهائي كاس العالم يعني هو عنده فرصة انه هو يحكم النهائي كاس العالم الاندية وبنسبة له هتبقى تحدي كبير تعال نقول هو اللي اختيار تايم ازاي كابتن هاني كابتن اسلام هم اختاروا خمس اوتكم من خمس خررات يعني لو رحنا له قارة افراقيا خدوا جان جاك نادلا كابتن اسلام كابتن هاني انت عارفه الحاكم الكنغولي ده حكم من قارة افراقيا خدوا محمد الهوش من اسيا حكم من قارة اسيا خدوا اللي هي بنسو اللي هي المحكمة الامريكية اللي يقدرت مبارة الاجتماع دي تالت محكمة وخدوا ايضا الحاكم البولندي من اوروبا اللي هو سيمون مارسناك اللي هو الحاكم اللي قدرت لس عالم ايوه وخسيوس اللي هو من امريكا خمس حكام بخمس اه اه ام عشر مساعدين الكابتن الاسلامي الانوتر مهمة كابتن اسلامي ان شاء الله غدا غدا ايوه انا مش هلعب اللعب بتاعي اللي انا بستنى الفاول واقف لأ 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 لابد ان برح بكرة ان شاء الله بإذن الله تكون المباراة انت كلاعب لابد انك انت هتلعب بقوة لاني نوعية المدعسة التحكمية تمام مش هيبديك فاول بسهولة مش هديك فاول تنصر تنصح اللعبين بايه يعني واحد اتنين تلاتة مع هذا التاقم التحكيمي من اه 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 فنزويل كابتن الاسلام زي ما قلت انا مش غيرش بالا اولا انا انا لأ اتعرض للحاكم بايش شيء كابتن الانوتر اه 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 عنده هو ده هو عنده مشكلة يعني هو مشكلة لو لاعب بيعترض اي اعتراض بيشار بطاقة لا انا مش عاوز كده خالص انا عاوز اركز شيء لمباراة كابتن الاسلام تماما ابعد خالص عن الحاكم دي نمرة واحد نمرة اتنين اه مش اعمل مش ساعمل اي فاول داخل موتيات الجزاء عشان اضحك عليه محدش اضحك الباجر ده لان خبراته الكبيرة في التحكيم مش هيبديك غير اه ومعه الفارد خلي بالك النقطة التانية اللي مهمة كانت هو لا يلجأ للفارد كابتن الاسلام ودي ودي مهمة جدا يعني هم عندهم تحدي غريب جدا جدا في امريكا مش عاوز يريح للفارد اكيد اكيد بس نسبة لجوء للفارد قليلة جدا جدا بالقياس اللي احنا نشوفه في افراكيا راكم ثلاثة كابتن ان شاء الله بإذن الله لنا تمنى بإذن الله انه هو يوفر يعني انا مريش لك ان انا حكمت مباراة في الدور السعودي ايو عاوزين العدالة التحكمية كابتن اسلام وده مهم جدا 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 بصرف النظر عن الملعب وعن الاجواء عن الجمهور اعتقد هو يلعب لاسمه لان نادل اهل ان شاء الله بإذن الله مع توفير الحماية الامنة والبيع الامنة بكرة اعتقد ان شاء الله نادل اهل بكرة ان شاء الله ربنا هيوفقوا يا مباراة كويسة كابتن ناصر بشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا هو تقم تحكيم طبعا من فنزولة بقيادة تخيصص ويعاون الثنائي خرخي ريجو وطوليو مورينو ونيوزلاندي كامبل كيرك